على دروب الخير نلقاكم في حصتكم الاجتماعية رشديني سعداء بتلقي رسائلكم والإجابة عن استفسارتكم وكل ما يعيق حياتكم الاجتماعية ننتقل وإياكم إلى أسئلة المشاهدات والمشاهدين بدءا بالأخ عبدالقادر من وهران عبدالقادر يقول أبلغ من العمر 45 سنة كنت أعيش ظروف مدية ميسورة أنا وأسرتي المتكونة من أربعة أشخاص ثم مرت علي مشاكل مدية أصبحت كثير القلق والتضمر على الزوجة والأبناء رغم وقوف الزوجة إلى جانبي إلا أنني أشعر أنني فاشل ومنهار وغير ناجح تحية ليك أخي عبدالقادر ولكل سكان مدينة وهران في نسالتك التي أنهيتها بأنا فاشل أنا منهار أنا غير ناجح أكيد الحياة فيها محطات محطات ومطبات فقدت الأمل لهذا رسالتك كلها تعبير عن أذى نفسي أنا اختصرت الرسالة لكن نتكلم معاك من منظور إيجابي أنه لديك الأسرة التي وقفت معاك سند معناوي أكثر من نواتي يعني نظر إلى هذا الأمر إيجابا أنك محظوظ بوقوف الزوجة والأبناء معك لازم تعرف أخي الفاضل أنه علاج المشكل يبدأ من عندك إذا أنت تحليت بالقوة والصبر لأنه بالقوة والصبر ندرك كيف نخج من المأذق إذا رمينا نفسنا في جب فيه المشاكل ورمينا نفسنا في بئر من الأسى والألم ما نخرجش من المشكل تقعد وضعيتك المادة المادية عفوا تقعد وضعيتك المادية في أصعب الأحوال لماذا؟ لأنه أنت قاعد دايما ترجع للماضي أنا كنت ميسور الحال اليوم راني في ذائقة مالية أنا كنت لأنه كل العبارات اللي اشتاف رسالتك كنت لابس بيا اليوم طحت بيا ما طحتش بك أخي لازم كل إنسان يعرف أنه الحياة مطبات والحياة محطات لي كي يعني ننتقل من محطة إلى محطة بسلام ونتعدى تلك المطبات لازم مننا تكون عندنا تلك الإرادة القوية هذا واش تحتاجه أخي الكريم الإرادة القوية والإيمان بأنك ستخرج من المشكل لكن إذا قعدت أنت تفكيرك سلبي ودائما تبكي على الماضي وكل ما تفكر الماضي تتألم وتخاف من المستقبل احنا راح تقعد في قوقعة المشاكل المادية وحتى النفسية واللي راح يتعداد إلى مشاكل أسرية لأنه انت هذا الضغط راح تعايش فيه أفراد أسرتك اللي تحبهم وقلت أني حسيت بلي قصرت أنت ما قصرتش هذا ابتلاء من عند الله هذا مشكل يحدث لكل إنسان أنت توقف في هذا المحطة لازم تتوقف لازم تبحث عن الأسباب ما هي شخص وضعيتك الأسباب اللي كانت هي السبب في أنك ماديا تمر بهذه الضائقة بحث شخص على كل فرض أنه عندما يمر بمشكل ماديا وعائلي يشخص نفتقد إلى التشخيص نهرب دائما إلى الأحزان إلى بحر الأحزان إلى بحر الآلام ونقعد عايش في تلك الدوامة أوهام الإنسان يبدأ يعيش في الصراع بعدها يحدث له الوسواس القهري بعدها النظرة الدونية ونظرة إحباط لكل ما يحيط به بعدها خلاص يعني هنا الفشل رح يعتاريك ما تخرج من المشكل المادي ولا النفسي ولا الأسري شخص تحتاج إلى الدعم والسند النفسي والمعنى ويمطار في الأسرة وروا موجود لكن أنت نفس الشي ما تنساش أن الأسرة وروا عندهم نفس الضرر لكن خوفهم عليك وإيمانهم بأنك ستتجاوز عفوا هذا الأزمة والذائقة المالية هو اللي يخلهم وهم واقفين وتحية لهم والكل زوجة صامدة مع زوجها والكل أبناء صامدين وواقفين مع باباهم إذن أنا نقول لك أخي عبد القادر شخص المشكل وخرج من قوقعات الأحزان رسالتك كلها إحباط رسالتك كلها يأس دائما نشوف قصص ناس فشلت بعدها كان السبب هو في الفشل هو أنهم استسلموا فشلهم استمر لأن السبب هو الاستسلام للفشل شوف قصص ناس بالموازات كان الفشل دافع أنهم ينجحوا في حياتهم وإنت رأك عندك أكبر سند وهو السند الأسري المعنوي والنفسي شخص تعدى ذلك الأوهام بخطة بديلة ابحث عن الحلول خلاص هذه ما حطة من حياتك يأست فيها ابحث عن حل آخر مستحيل أن يقبق الإنسان في الفشل مستحيل أن لا يجد بديل البديل موجود لك البديل ليس في أنك ترقض في دارك تقعد نهار كومبليون تارا قد عيش في الأوهام والوساوس أو أنك تحتك بالسلبيين أو أنك تعيش في ذكريات الماضي أنك كنت مرتاح وميصور ماديا أو أنك تخاف أنه ماك شرح تخرج من هذه المشكلة هذا هو الشو صاري لك نفسيا أنت رأك يائس وتشعر بألم نفسي وكل خطواتك الآن هي سلبية وأثرت حتى في حياتك الأسرية والزوجية رك معيشهم في مشاكل مستمرة حسبما جاء في رسالتك مرة أخرى أنا نقول لكل شخص يمر بمشكل مادي أو مشكل أسري أو مشكل مهني عليه أن يتوقف في تلك المحطة ويوقف وقفه جدا مع نفسه نعم نتواصل التواصل الذاتي يوقف مع نفسه يدارك أخطاؤه يبحث عن الحلول على المدى القاسر المتوسط والباعيد يوضع أهدف واستراتيجية للخروج من الأزمة كل الأزمة لازم نوضع لها أهدف واستراتيجية ما ينزمش تقعد تبكي على الأطلال ما ينزمش تقعد تبكي ما ينزمش تربط نفسك رك أنت محصور بين ماضي وبين مستقبل الماضي اشتقت ليه وراك خايف من المستقبل تقعد هنا في قوقعة ما تخرج منها وتحت تعب نفسيا وهذا ما يحتث لك عبدالقادر لأن هذا التعب النفسي رح يعيقك في نجاح حتى إذا عندك باديل أنك تنجح ماديا ما تقدش تنجح لأنه نفسيا واستعدادك النفسي وإرادتك ودافعيتك جدو من خافضة حتى لو توفرت كل التحفيزات لازم التحفيز الذاتي النظرة الإيجابية للشخص ذاته الثقة في الله والثقة في النفس أنت فقد ثقتك في نفسك جراء أول أزمة مالية مرت بها وهنا الخطأ هنا الاستسلام للأوهام خلاص أصبحت لديك صورة نمطية عن أنه كل شيء رح تدخله رح يكون فيه فشل وبرمجتك بالفشل هي اللي خلتك إلى حد الساعة رح تعيش في هذا الوضعية النفسية والمادية الصعبة الآن نذهب إلى جلوبنا جنوب الجود والكرم إلى بشار أم ياسين تقول ابني يبلغ من العمر خمسة عشر سنة وهو وحيدي في الفترة الأخيرة أصبح عنيف جدا يتخاص بكثرة مع أقاربنا وجيران أعلمك أستاذة أنني قمت بتدليله بشكل كبير شكرا على الصراحة خاصة بعد إجراءي لثلاث عمليات جراحية حتى رزقني الله به تحية ليك أم ياسين والكل أحبتنا في بشار جنوبنا جود والكرم هذا خطأ ترتكبه الكثير من الأمهات وهو نمط التربية الخاطئ التدليل المفرد أم ياسين نعم ابنك بعد سنوات الله سبحانه وتعالى رزقك به نحن نقوله في العامية ابن الشوق نعم الابن ابن أنت قلت أن أستاذة أجريت عمليات جراحية كثيرة الله سبحانه وتعالى كتب أن رزقك هذا الابن لكن الخطأ اللي ارتكبته ليس أنك تحبي ابنك مكاش هذا الحب غريزي وطبيعي لازم تحبي ابنك لازم تخافي على ابنك هذا شعور مرتبط بكل أم لكن الخطأ أنك دللته واليوم راه يبانت أثار التدليل في المراهقة في المراهقة راه يبانت أثار التدليل لأنه لازم تعرفوا أن المراهقة هي أصعب فترة في حياة الفرد هي الانتقالية راه الطفل في الطفولة مراهقة هي انتقال إلى فترة الشباب إلى فترة الوعي هنا راه يكون في نفسه هنا راه يحدد سيمات شخصيته هنا راه يعرف الصواب من الخطأ هنا راه يتغير لك هرمونيا وفيزيولوجيا وانت تقول يولي دي ولا قبيح المراهق يولي يفضل العزلة المراهق يولي يفضل أنه ما يتكلمش بزاف المراهق يحس أنه غير مرغوب فيه المراهق يحب يفرض ذاته المراهق يحب لي يسمع له المراهق يحس أنه منبوض من طرف المحيطين هذا المراهق لي كان طفل صغير اليوم أصبح شاب عنده بحة صوت تغير فيزيولوجي شكلا هرمونيا يعني فتاة أو شاب هذا التغير رح ينعكس على خصائص نفسيته النمو الطبيعي يكون بالموازات مع نمو نفسي واش تحبي سيدتي أنه قعد لك لذا المراهق اللي رح تشوفي فيه شكل راجل يقعد لك طفل صغير يقول لك أنعم ماما وي تضر به لا إذن أنت من خلالك نوجه رسالة لكل أمهات اللي عندهم مراهقين ومراهقات تختلف سلوكاتهم اليوم رأنا شفنا المراهق العانيف يعني ولا أغغيسيف راهو يضرب كين مراهق لينعازل كين مراهق العانيد كين المراهق المتمرد لكن اليوم رأنا نشوفه مراهق يعني عنيف راهو الحق أنه يضرب وعلى حساب الرسالة رأو يسبب لك في مشاكل كثيرة احنا ما نحقوش أنه هذا العنف يتطور لأنه ما ننسوش كين مراهقين عندما اعتاد على العنف حتى أصبح مؤهل الإجرام احنا نتوقفه الحل أنه كيف أتعامل مع هذا الابن أنتي أم ياسين أنتي مخطئة في تعاملك مع هذا الطفل البحثي على الأسباب قلتي التديل المفرط ورانا نشوفه اليوم نحصده وهذا خطأ راك يفششته اليوم راكي تتحملي الوزر عندك فششته لأنه الإخلاص أصبح لا يتقبل أي حاجة أصبح كل حاجة عنده لازم تكون لأنه هذا المفشش بالعامية دايما عنده الإيغو والآنا عالي يشوف نفسه أنه هو لا يخطئ يشوف نفسه أحسن من الآخرين هذا ما يحدث لوليدك ياسين ياسين بعد التدليل لسنوات اليوم را نشوفه هذا المراهق الحل كين ما تقوليش أنه المراهقة خلاص يعني خلاص ابني هذا المراهقة بمحاولتك التأثير عليه والتغيير في سلوكاته هنا يحتاج ياسين إلى التواصل ثم التواصل الاعتماد على أسلوب خاص مع المراهق المراهق لازم نعتمد معه على أسلوب الشرح المفصل الشرحيله تكلمي معاه أعطيله من وقتك حتى تقوليني هو ما يحبش يهدر نعم المراهق قللك يتهدري بزاف المراهق يغلق قلبيته يقولك ما تزعجينيش المراهق يقعد في الطاولة يأكل وما يحبش يهدر يقولك تهدره حاولي أنت أنك تشرحيله لكن بطريقته أنت والأب حاولي أنك تستغلي حتى علاقاته من الناس اللي قراب عليه ويفهمهم ويفهموه حاولي أنك تنزلي له حاولي أنك تتيت ولا مراهقة والأبي ولا مراهق خاطبوا المراهق بلوغته عارفوا بلي المراهق رأوا في صراع نفسي عنده أفكار وهمية أنه الكل رافضوا ابنك على حسب الرسالة أنه دايما الأب يزقي عليه وانتي تدلي هنا الخطأ وبالتالي رأنا نشوفه أصبح عنيف وعدائي شكرا لكل متتبعين الأوفياء نلتقي في عدد مقبل بإذن الله من حصتكم الاجتماعية أرشديني تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العالمي شكرا للمشاهدة